ثمن وزير الدفاع البريطاني بن والس في مقابلته الخاصة مع العربية عمق العلاقات مع السعودية وأكد أن العلاقات مع دول الخليج لها أهمية قصوى بالنسبة لبريطانيا على كافة المستويات كانت جيدة للغاية بقيت كذلك على مدى عقود حتى قبل أن يبدأ التعاون بين بلدينا في مجال الفضاء والدفاع أنا أمثل شركة تعمل في مقاطعة الانتخابية هي شركة سعودية مصنعة لأفضل أنواع الأشمغة التي تباع في السعودية هي موجودة منذ ثلاثينيات القرن الماضي العلاقة الثنائية قوية وعميقة للغاية ولمنطقة الخليج أهمية قصوى بالنسبة للمملكة المتحدة على كافة الصعود الاستراتيجية منها أو الاقتصادية هذا يخدم رفاهنا وهو أمر إيجابي لقد عقدت اجتماعي الثالث مع الأمير خالد بن سلمان والتقيته من قبل في لندن وكذلك هنا في المملكة قبل عامين وحول زيارته إلى السعودية قال بن ولس أنه ناقش مع وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان عدة قضايا من بينها اليمن وإيران وشاد ولس برؤية المملكة 2030 مؤكدا أن بريطانيا مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل إنجاحها الهدف من زيارتي مواصلة هذه العلاقة لأن العلاقات تعني الإبقاء على الاتصال الدائم بيننا ومناقشة القضايا اليومية وكذلك بحث الخطط بعيدة المدى هو أمر هام فأنا أشغل منصب وزير منذ فترة طويلة وإقامة علاقات وثيقة ومناسبة مع نظرائي يحدث بالفعل فارقا الأمير خالد صديق عزيز أستطيع أن أتناول معه كل القضايا وهذا ما حدث حيث بحثنا قضايا اليمن وإيران والقاعدة الصناعية الطموحة في السعودية فرؤية المملكة 2030 مشروع غاية في الأهمية بالنسبة لنا نريد أن تنجح هذه الرؤية ومستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم من أجل إنجاحها سواء تعلق الأمر بمجال الدفاع أو أي قطاع آخر انضم إلينا من لندن مساعد رئيس تحريح صحيفة الشرق الأوسط صحفي زيد بن كمي سيد زيد مسل خير مرحبا بك معي في نشرة الرابعة من الرياض تابعت تصريحات بن ولس والحديث عن العلاقات السعودية البريطانية وبأنها علاقات قوية ومتينة هل وصلت برأيك بريطانيا اليوم لقناعة أو تصور بضرورة تطوير وتعميق هذه العلاقة مع دول الخليج خصوصا مع السعودية ولماذا؟ مساء الخير أخي نايف مساء الخير للأستاذ والسيدات المشاهدين حقيقة البريطانيا مهتمة بشكل كبير جدا مع علاقتها مع السعودية ونحن رضينا في أكثر مشهد وكثر من حديث للمسؤولين في المملكة المتحدة لأنهم يعلمون من أهمية العلاقة مع المملكة الرابعة السعودية وأهمية المحافظة عليهم تكون علاقة جيدة وأعتقد أيضا أن هذه العلاقة أيضا هي ممتدة تاريخيا ممتدة علاقة المملكة الرابعة السعودية مع بريطانيا ممتدة سنوات طويلة جدا من أيام تأسيس الدولة السعودية الأولى لكن نحن نتكلم حاليا الآن لم تأسس مجلس الشراكة حينما زار الأمير محمد مسلمان وهي العهد البريطانية في 2018 تأسس مجلس الشراكة بين السعودية وبريطانيا وأعتقد الآن هو وصار فيه أكثر من الاجتماع لدعم العلاقات وأيضا لتسهيل ما تم الاتفاق عليه أو متابعته أيضا خلال الاجتماعات السابقة نحن نعرف أن بريطانيا مهتمة بشكل كبير جدا نكون على رفع الميزان التجاري بينها وبين المملكة العربية السعودية إضافة أن لديها اهتمام أيضا كذلك في كثير من القطاعات في المكربية السعودية فيما يخص أيضا رؤية 2030 ماذا عن الرؤى السياسية للبلدين سيد زيد أين يمكن أن تلتقي هذه الرؤى أين يمكن أن تختلف وكذلك هل اليوم العلاقات السعودية البريطانية يمكن توصيفها بأنها في حالة أفضل أو في حالة أفضل مما كانت عليه قبل أربع إلى خمس سنوات أعتقد أن العلاقات السعودية البريطانية هناك رغبة شديدة جدا سواء من جهة المملكة العربية السعودية أو من جهة البريطانية لتقوية العلاقات في شتى المجالات حتى أيضا أن هناك بعض الخلافات في موضوع في السياسة الخارجية لكن أيضا هناك استلام لكن هناك أعتقد في ملف الآن أعتقد أن أحمل الملفات هو ملف اليمن ملف اليمن الآن نحن نعلم أنه في لجنة رباعية وأيضا ضمنها بريطانيا والمملكة العربية السعودية وأعتقد أن هذا الملف مهم جدا نحن سنتي على هذا الملف سيد زيد في هذا الحوار ابقى معي إذن مشاهدين كما اتهم بن ولس في مقابلته الخاصة مع العربية اتهم إيران بزعزعة الاستقرار في المنطقة مؤكدا أن كافة الخيارات مطروحة للتعامل مع طهران وحذر ولس من أن امتلاك إيران لسلاح نووي سيكون مبعث قلاق عالميا أعتقد أن هناك خيارات كثيرة لا أحد يستبعد أي خيار على الطاولة لكن لا أعتقد أنه أمر جيد سيكون سيئا للغاية بالنسبة للمنطقة لأنه سيطلق العنان لسباق تسلح نووي ونعتقد أن السلوك الإيراني في الوقت الراهن سلوك لا يتحلى بالمسؤولية ويتسبب بزعزعة الاستقرار علاوة على أنه سلوك عدواني سواء تعلق الأمر بالعراق أو اليمن أو تجاه السعودية وسيثبت بأن نظاما يمتلك السلاح النووي سيكون خطيرا للغاية ومبعثا للقلق البالغ بالنسبة لنا جميعا لذلك أتصور أن المجتمع الدولي يشعر بقلق بالغ لأنه بذل جهودا كبيرة للتوصل لخطة العمل الشامل المشتركة وهي معاهدة تفقنا عليها جميعا قبل سنوات ما يجب القيام به محاولة العودة إلى ذلك الوضع الوزير البريطاني ضف للعربية بأن شحنة الأسلحة الإيرانية المتطورة التي تم ضبطها في المياه الدولية جنوب إيران تمثل خرقا لقرارات الأمم المتحدة مؤكدا بأن الحرس الثوري الإيراني له صيلة بهذه الشحنات كان القارب يتواجد على بعد أميال جنوب غرب إيران وقامت باعتراضه سفينة HMS لانكستر التابعة للبحرية الملكية البريطانية خلال عملية التفتيش القارب اكتشفت على متنه شحنة من الأسلحة المتنوعة تشمل أسلحة مضادة للدبابات وكذلك مكونات محتملة لصواريخ باليستية هذا أمر يثير قلقا البالغ لأنه خرق للحظر المفروض من قبل الأمم المتحدة وقد تم مصادرة الأسلحة التي سنقوم بفحصها من أجل معرفة وجهتها ومصدرها في عام 2022 اعترضت السفينة HMS قريبين كانا يقومان بتهريب الأسلحة التي اكتشفنا أنها لم تكن تضم مكونات الأسلحة الباليستية وأسلحة مضادة للدبابات في حزب وإنما أيضا تضمنت محركات لصواريخ كروز مصدرها إيران كانت للحرس الثوري صلة بها وهذا طبعا يعتبر خرقا للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة هذا أمر يثير قلقا بالغا لأن طلوع إيران في الأحداث الجارية في اليمن يزعزع الاستقرار ولا مصلحة لأي طرف فيه فهو لا يفيد الحوثيين وبالتأكيد لا يفيد أي طرف لكنه يمثل أيضا تهديدا للأمن والاستقرار في العالم أنتم هنا في السعودية طالكم بعض من هذه الدخائر وهم يقولون إن من أطلقها الحوثيون لكن الشخص الذي يسلح الحوثيين يتحمل ذات المسؤولية أعود مرة أخرى إلى ضيفي زيد بن كمي مساعد رئيس تحرير الشرق الأوسط مرحبا بك معي مرة أخرى الوزير البريطاني تحدث عن شحنة الأسلحة الإيرانية والتي تهم فيها الحرس الثوري الإيراني بأنه هو من كان وراء هذه العملية وحاولت نقل هذه الأسلحة ربما إلى الحوثيين في اليمن أسأل هنا عن الدور البريطاني اليوم في حل هذه الأزمة اليمنية كيف تقرأه؟ هل يمكن أن يكون هناك حل ترعاه بريطاني في هذه الأزمة اليمنية الراهنة؟ أم سنستمر في مزيد من الصراع ومزيد من التأجيج؟ في ضوء ما قاله بن والس البريطاني هي دولة فاعلة في الملف اليمني وهي تسمى صاحبة القلم أو حاملة القلم فيما يخص أيضا في القرارات الأممية أو تقديم القرارات المجلس الأمن المتحدة فيما يخص الملف اليمني وهي تدام أيضا حقيقة حل الأزمة في اليمن يعني هي تشارك المنملكة العربية السعودية والبريطانية متفقين على ضرورة حل الأزمة بين اليمنيين أنفسهم وهي الدولة فاعلة وترى أن تدخل الإيراني ودخول إيران هو مزعزة لأمن واستقرار المنطقة وفي مفصل الملف اليمني هو أيضا التدخل الإيراني ليس لحل القضية في اليمن بل هو زيادة إشعال أنا كنت أقصد سيد زيد تغير الموقف تجاه إيران فيما يخص هذه الأسلحة فيما يخص الزوارق التي ضبطت حتى فيما يخص البرنامج النووي الإيراني وتدخلت حتى إيران في دول المنطقة هل يمكن أن تنعكس وجهة النظر البريطاني والتغير في المنطقة البريطاني على حالة الأزمة في اليمن أم أنها ستتعامل مع كل الموضوع على حدة يعني أنا في تحديد الملف اليمني يعني البريطاني هي فاعلة دولة فاعلة في الملف في اليمن ولكن نحن نتأمل يعني يكون أيضا فيها دور أكبر وبضغط أيضا على الجانب الحوثي للوصول إلى تسوي إلى حل هذه الأزمة التي طالت لها سنوات طويلة بين اليمنين لذلك البريطانيا هي عضو مجلس الأمن ودولة فاعلة في المجتمع الدولي وأيضا هي أيضا في الملف اليمني تحديدا لذلك وجود البريطانيا وفاعلية الدور البريطاني مهم جدا لحل الملف اليمني لكن في المقابل فيما يخص الملف الإيراني طبعا الملف الإيراني جزء منه أيضا هو تدخل في الشأن اليمني واليمني وإيران متدخنة في كثير من شؤون الدول المنطقة وأيضا هي الدولة يعني زعزي الأمر في استقرار منطقة هي تصدر الأسلحة وتصدر الميليشيات لكل المنطقة نجدها في العراق في سوريا في لبنان وأيضا في اليمن لكن لو ناخذ قضية اليمن لوحدها صحيح أن الإيران هي دولة يعني ليست تحل الأزمة بل هي تزيد الأزمة سوءا لذلك حينما تحدث الوزير عن الدور الإيراني هو لا بد أن يقاف الدور الإيراني في ملف اليمن أشكرك جزيلا شكر منك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر